السلام عليكم عزائي تلميذ الصف الاول لإعداد بريب وان في شرح منهج الساينز مع مستر ماجن نجيب فاهيم معلم خبير صغير. ان شاء الله النهاردة هنعمل حل للنماذج الموجودة على المواقع الإلكترونية للصف الاول إعداد بريب وان اللي موجودين في تين موديلز يعني النهاردة ان شاء الله هنحل تين موديلز يريد تجهز الورقة والألم وتبدأ تحل معايا عشان هديك فرصة تحل وتوقف الفيديو وبعدين نشوف الموديل أنصر بتاعتنا. يريد المشتركش في الخناة يشترك يفعل زر الجرس يعمل لايك ويعمل شير لي عشان كل يستفيد زي ما هو يستفيد. يلا جهز حاجتك وهتعال نبدأ موديل وان وجهز الورقة والألم وابدأ حل معايا وبعدين وقف الفيديو ورجع تاني هتلاقي موديل أنصر ورجع إجابتك مع بعض ودي نفسك درجة. احنا عارفين ان الساينس بيجي في الامتحان الموحد ست اسئلة تشوز عليهم اربعين درجة. تعال نشوف مع بعض اول موديل بقول ايه. تشوز الكوريكت انصر طبعا بالونز الفيستفالز ار فلد ويز ايه جاز. اكسوجين ولا نيتريجن ولا كربون ديكسايد ولا هليم. دعا two in the simple cell a energy is converted to electric energy. mechanical ولا chemical ولا sound ولا light and heat. three is form ceaseless mammals armadillo ولا rabbit ولا rat ولا lion four 4. Atom is an atom that gains a quantum of energy. 5. It forms a good conductor of electricity copper, plastic, wood, paper. 5. Some plants feed on insects to get. بعض النباتات تتغذى على الحشرات عشان تاخد. Oxygen, nitrogen, hydrogen, helium. ياريت توقف الفيديو واعمل انسر بتاعك. ولازم ناخد مع معلومة مهمة ان احنا في التشوز. ما نتسرعش في الاجابة ياريت في الامتحان بتاعنا. نقرأ السؤال مرتين تلاتة. نقرأ جميع التشوز علشان ممكن يكون في تكة كده معينة تختار اجابة وتكون غلط علىها عشر ده يعني كل المتحانة عن اربعين درجة. يبقى ضع منك درجات كتيرة جد. وقف الفيديو ومرجع هتلاقي الاجابات ان شاء الله. زي ما احنا شايفين اجابته ايه? اللي بيستخدم في البالونز في الفيستفال. طبعا غازي ايه? الهيليم. احنا قلنا الهيدروجين والهيليم يتحط في البالون عشان عنده في السيمبل سيل. اللي يبقى حاجة كيميكال زي اي مسلا بتاع هي السيمبل سيل من كيميكال لالكتريك والاجابة الصحيحة كيميكال. نمبر ثري. طبعا الارمدرلو. طبعا احنا شايفين الاجابة مش الرابط ولا الرات ولا الليون. الارمدرلو طبعا هو والسلوذ دول تيس لس ماملز. نمبر فور. ايه الاتوم اللي بتاخد كوانتم? طبعا الاتوم الاجزايتد. اجزايتد يعني المثارة اللي بتختار عشان الالكترون يطلع من مستوى المستوى بقول عليها اجزايتد اتم. نمبر فايف. is from good conductor of electricity. طبعا ال good conductor of electricity. كنين عارفينها الكابر. ما ينفعش لبلاستيك ولا وود ولا بابر. اخر حاجة طبعا فيها لفة شوية او لو واحد من المزاكر كويس مش هيعرف يحلها. البلانت بيتغزة على انسكت وجيت ايه? طبعا هو عشان يعمل بروتين. وعشان نعمل بروتين لازم ياخد اي غاز طبعا غاز ايه? يبقى اللي جابة الصحيحة ادي نفسك درجة. لو مقفل امتحان بانت كده تعالى ندخل على موديل تو وناخد برضو اسئلة تانية. موديل تو. one the smell property is distinguishing vector between خاصية السميل. بتميز بين مين وين? wood and plastic ولا finniger and perfume ولا silver and gold. two. a is a renewable source of energy. renewable يعني متجدد. cool ولا petrol ولا wind. three bird migration represent a adaptation. الbird migration يعني هيجرة الطيور بمثل functional ولا structural ولا behavioral يعني اي نوع من الادابتاشن. number four. heat transfer in solid by conduction when the convection ولا radiation. five. a alloy that used in making heating coil. copper gold ولا nickel chrome ولا silver gold. six. a is a basic unit of classification in living organism. bird ولا bacteria ولا species. ياريت بص في الامتحان نوقف الفيديو. وحط اجاباتك واشوف الاجابات بتاعتك ايه بعد ما هترجع للفيديو. الموديل انسر بتاعتنا بتقول smell يعني الرياحة بتميز بين مين ومين? طبعا بين the vinegar and perfume. number two is the renewable source of energy. يعتبر ايه ادابتاشن. طبعا ادابتاشن. طبعا ادابتاشن في السلوك. اقول على ايه behavior يعني تسلوك تتكيف سلوكي. behavior. number four. الهيد تترانسفير in solid by. طبعا الهيد تنتقل في السلوك بالايه conduction. امن convection the liquid of gases. with radiation free space. طبعا وزوت need any material. يبقى الاجابة conduction. بص في الاجابات واعلمني نفسك. five. a is an alloy that used making heating coil. ايه الالويد بيستغنى في الهيدن كويل. طبعا نيكل كورغوم بي. six. basic unit of classification in leaving organism. طبعا احنا بنسميها ايه? species. خلي بالك مندي species. عيزة نبعونا عن basic unit of classification in leaving organism. ادي نفسك درجة. خش على model number three. model three بقول number one. the unit of density is gram, newton, gram per cubic centimeter ولا kilogram. number two. from examples of leaving organisms that undergo acidification. ال acidification طبعا اونا بتحصل فين acidification. انا سرح لكم من الحل للمودة الانصر. desert snail ولا hero ولا hook ولا no correct answer. three. object of mass for kilogram. is moving at speed of three meter per second. it's kinetic energy equal. طبعا انت محتاج ورقة 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 وقلم وتحل القانون وتكتب وتحل. sixteen joule ولا sixty four joule ولا thirty two joule ولا اتين joule. number four. a number in the sum of number of proton and neutrons. protons and neutrons. protons and neutrons. the sum بتاحهم mass ولا atomic ولا energy level ولا compound. five. the leg of a end with thick flat bed. مين بتنتهب thick flat bed? الهورس ولا الكات ولا الفروج ولا الكامل. number six. that is caused from cellar phone is evolution. chemical ولا thermal ولا mechanical ولا electromagnetic. وقف الفيديو وشوف الاجابات بتاعتك وحل المسألة على مهلك بالقانون اللي احنا حافظينهم. ويرجع للفيديو هتلاقي الاجابات. المدر انصر بتاعتنا بتقول النوت بتاعت الدنسيتي طبعا جرام بريكيوبك سنتيميتر. الجرام ده ماس. النيوتن ده حاجة بتاعت الويت. يبقى جرام بريكيوبك سنتيميتر. number three from example living organism undergrowth acidification. هنا الاسدفشن يحصل في السمر. يبقى لازم حيواني عشان يتغرب من درجة الحرارة العالية increase temperature. يبقى هو desert snail. desert snail. number three طبعا انا تكتب القانون اكتب معايا ال kinetic energy equal. نفاكر وبرافو عليكم. half half mass for least power two again. half time is mass time is v او speed power two. طبعا half four يبقى two. وزبيد عندي three power two بقى nine. يبقى two times nine يطلع eighteen joule. يبقى الاجابة الصحيحة eighteen joule. number four. a sum of protons and neutrons. طبعا mass number. محدش قول لي atomic number. atomic number ده عدد البروتون او الاكترون. اما mass number مجموع البروتونز and neutrons. five. leg off. ايه? end with thick flat bad. طبعا الكامل. طبعا احنا عارفين الكامل flat bad. اما الهو الهوف ده بتاع الهورس. six. البلوش انا بيجي من السيلارفون. يعني ايه سيلارفون موبايل? طبعا الاكتروماجنيتك ايه? بلوشا. كده خلصنا نموذج او المودل number three. تعالا نشوف مودل number four. مودل four number one. number of legs in the house fly is. six ولا eight ولا forty four ولا one hundred. two. يعني عدد الليجز الموجودة في الهوس الفلاي. ايه الهوس الفلاي? اصدعي في ذوبابة. number two the first energy level k saturated by. بيتشبع بكم الكترون. two ولا eight ولا اتين ولا thirty two. three. if the weight of an object is two newton. يعني الوازن two newton weight. and height is twelve meter. potential energy equal. قانون potential energy. جهز وراه وقاله محل. twelve جول ولا twenty four جول ولا thirty جول ولا ten جول. لازم في اللي تشوز على مهلك. يعني مسألة زي البروبلم دي. تشوز هي. ما ينفعش تختال اللي تشوز الصحة مجرم انها تحلها الاول. وبالتشوز زي اي مسألة او زي اي سؤال تاني بيجن. number four the symbol of iron is IR ولا F ولا K ولا FE. five is the ability to do work to make change. a change. مين? heater ولا stuff ولا electric fan ولا energy. اخر six number سؤال في الموديل ده. a group of animals that have one pair of incisors in each jail. عنده بير واحد في كل جاو. رودنتيس ولا ريجومورفاس ولا frogs ولا insects. يلا وجواقه في الفيديو وجواب معي. يبقى number of legs in the house fly. طبعا ده من insects عنده كم bear of rigs. طبعا three pairs of legs. بعدما عنده three pairs of rigs وبعنده six. three times two يعني. the first energy level بيتشبع بكم الكترون طبعا two electron. الكي ياخد two. طبعا هنا القانون بتاعي بقول potential energy equal weight time is high. سهلة جدا. weight two. height twelve. يبقى two time is twelve. twenty four جول. number four. the symbol of iron is. طبعا هنا لازم يكون حافظين السيمبل. طبعا fe. iron fe. ability to do work? energy. تعريف ال energy ability to do work. six. mean group of animal عندها one pair of incisors. it's jail. طبعا عندي نوع اسم rodents. عنده بير واحد في كل جاو. rodents. تعا نشوف الموديل اللي بعده. model number six. one. electrons revolve around the nucleus. اين? الالكترون بلف عن the nucleus فيه. molecules ولا energy levels ولا compounds ولا protons. two. a belong to animal with external body support. external. ركز وانت بتحق حيل. mammals ولا muscle ولا snake ولا cow. number three. in the electric van. electric energy change into a energy. heat ولا chemical ولا kinetic ولا light. number four problem. density of aluminium with volume. الفوليوم بتاعه كان في يعني 64 cubic centimeter. and mass equal. الماسة هي. one hundred seventy two point eight. gram is seven point seven. ولا two point seven. ولا zero point thirty seven. ولا thirty seven. five. زا. اول. front limbs. الول يعني الحوت. عنده limbs modified. عنده بدل. two. ايه بقى. ران ولا كلايم ولا سويم ولا فلاي. number six. the bike tire gets hot. once you press the brake. يعني البايك تاير تبقى حوت لما تدوس بريك فرامل. due to air. ولا light energy ولا friction ولا sound. وقف الفيديو وجاوب على مهلك كل سؤال. عشان كل سؤال لازموا عليه الدرجة بتاعتها تبقى كاملة. المودل انسر بتاعنا طبعا واحد. electron revolve around the nucleus فين. حاجة اسمها energy level. فاكيد energy level مستوى تتطقى بنلف حولهم الكترون في حول النيوكليوس. الكترونات بتلف حول النيوكليوس. مين اللي عنده external باطه support. يعني ايه support خارج external. طبعا المصل عنده external. يعني محار يعني. زي المحار. number three. الفان المروحة بتاعتنا بتحول من electric لايه? اكيد بتتحرك وبقى kinetic. number four. نجي نحسب بتاعتي D equal M over V. M كزا و V كزا هتحطهم divided على بعض. هيطلع two point seven gram per cubic centimeter. number five زاول يعني الحوت عنده بدل بتبقى ليه? to swim. number six طبعا البايك تبقى hot lay break tire يعني العجلة. من نتيجة drop break فرامل. علشان friction يعني الاحتكاد. دي اجابات بتاعتنا رجحها برضو. وشوف نفسك انت جوبت ايه واجاباتك ايه? هنطقل على الموديل اللي بعده. model number six. برضو choose the correct answer. one. all the following are in active element except. كلهم in active. ما عادة. خلي بالي من سؤال اكسبتي ده. ما تلخبطش فيه. ما دم قال لي ما عادة يبقى اختار حاجة ايه مش in active. يعني حاجة اكتف. اكسجين. ايت. هليام تو. نيون تن. ارجون ايتين. هنا اعطيك ليه رقم ال number. اتوميك ال number. عشان انت لو مش عارف تجيب الاكتف. من الاكتف تعمل الاكتف لو انت مش عارفه. وتوزع. وانا شرحه في الانصر دلوقتي. شوف مين in active ما عادة. مينش يعني هو عايزين واحد مش مش in active يعني اكتف. تو. هيت ازا ترانسفيرد انزا سبيس باي. الهيت تنستقل في في السبيس يعني الفراغ. مش فراغ اللي احنا فيه ميديم يعني من غير ميديم. كونفكشن قلني رادياشن قلني كونفكشن كوندكشن ولا كونفكشن and radiation. number three. from the plants that food and insect. من الحدباتات بتأكل الحشرات. ويت ولا بال ولا دروسلا ولا بين. for the kinetic energy of object at maximum high. يعني kinetic في maximum high equal zero one two three. five فريكشن لسا حالينا في الموديل اللي فات. turn energy to a energy. the فريكشن بتتحوى energy لاي energy light ولا electric ولا chemical ولا heat. six is the temperature at which substance change from solid state into liquid state. دي تعرف مين التمبريتشار المادة بتتغيير درجة الحرب يحصل فيها. change solid لليكويد. بابوريشن بوينت ولا ميلتنج بوينت والرفريزنج بوينت ولا كوندنسيشن بوينت. جاوا بالموديل ده وارجع معايا على الموديل انسر. اول رحضة بقول لكلهم inactive معه ده لو وزعت انت الاكسوجين two six. الهليام two. النيون two eight. الارجون two eight eight. احنا عارفيني المليان completely filled. المستوى اللي فيه completely filled ده inactive. يبقى الارجون eight. اتلاقيه توزيع two six ده مش completely filled يعني مش مليان على الاخر اخر مستوى. يبقى هو الوحيد الاكتف واوكسوجين eight. نومبر two. heat transfer in the space by. space يعني في الفراغ. يعني مفيش ميديم مفيش لا solid ولا liquid ولا جاز. الو رادياشن قولي. ده في الجاز والليكويد. conduction في السوليد. امتى يكون convection and radiation لو في الجاز. ينفع برضو الاثنين في الجاز. convection and radiation. يبقى خلي بالك radiation all the space. ليه? عشان without need in any medium. مش محتاج اي وسط. three. البلانت اللي بتغزى على الانسكتس طبعا دروسيلا. يا ليت احنا بنحجاب لتشوز بالنتاج تغلب خالص اعمل استبعاد للاجابات اللي انت ايه? شاكك فيها. يعني الويت ما تغزى على الحشرات. النخلة البال ما تتغزى ما تتغزى على الحشرات. البين الفول ما تتغزى على الحشرات. الانسكتس. يبقى اكيد ما في الجازة ايه? جابها ايه. c دروسيلا. four. kainetic energy of an object at maximum height. يعني من الكاء يعني لو object رفعته لفوق خالص. طبعا. kainetic energy equal ايه? zero. مفيش kainetic energy. الpotential energy فوق عالية يبقى maximum. five. friction mechanical energy الى ايه? طبعا نستخدمنا الموديل اللي فات. الى heat energy. friction بتتحول لحرارة. six. is the temperature at which? طبعا دي تعريف means temperature which بتتغير من solid للليكويد. مدام solid هو liquid melting. حاجة صلبة بقى تسايلة يبقى ايه? melting point. دي اجابات موديل ايه? اللي فاتل اللي احنا بنحله دلوقت. يلت تدي نفسك درجة وتشوف انت حلت ايه? نطخل على الموديل اللي بعده. موديل سيفن يا ولاد يلا فكروا حل لوحدك. space. فراغ يعني او نقط. is the amount of energy that gained or lost by the electrons to transfer from an energy level to another. الامount of energy. كمية الطاقة. متى? ولا ملكيول ولا كوانتم ولا نيوكليس. 2. the a is a permanent source of energy. permanent. كول ولا بترول ولا صن ولا نترالغاز. 3. from animal that has external support. جولي فش ولا سناك ولا سنيل ولا بات. 4. energy is the energy stored in the food or car battery. energy بتتخزن. 8. ولا كيميكال ولا صون ولا لائت. 5. the smallest part in matter that can exist freely. is atom ولا energy level ولا كومباوند ولا ملكيول. 6. a is form microorganisms that can't be seen by naked eye. ما قدرش اشوفها بعنايا المجردة. frog? 6. july fish? amoeba. جاوب اجاباتك واقف الفيديو وارجع لي معايا المود الانسر. 6. amount of energy على طول تعرف كمية الطاقة اللي بيكتسبها gained or lost بيفقدها quantum. 2. permanent source طبعا المصدر الدايم permanent طبعا هو ايه sun. 3. animal عندها external support. يعني ايه support يعني حاجة support خارجي. طبعا الجيلي فش ده عندوه صبورت خالص. snake and turner والpate and turner وبقى snail. snail قلنا قبل كده desert snail. او snail. 4. energy is energy stored. energy اللي بتخزينها في food والcarb battery. طبعا الفود بحول من chemical واللي يبقى chemical energy والcarb battery برضه بتحول من chemical. يبقى chemical energy اللي بتخزينها. 5. smallest part in matter that can exist freely. طبعا الموودة مفردة من هي الموليكيول هي smallest part in matter. اخر سؤال 6. from microorganisms that can't be seen by naked eye. طبعا احنا قلنا الحيارات تجربوا نشوفها شبعيني زي مين. عندك الاميبة صح؟ في البراميسيوم في اليوجلينا. طبعا الاجابة الصحيحة عندي الاميبة. راجع اجاباتك وشوف غلت في ايه. وياليت تراجع اجاباتك. نشوف الموديل اللي بعده نحله مع بعض. موديل نوبر 8. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 14. 14. 15. 9. 10. 10 30 28 31 32 33 33 34 35 35 35 36 فلاورز ولا بيرد ولا فيش ولا انسيكتز جاوب وركز وشوف اجابتك ايه وتعالا نشوف الاجابات مع بعض طبعا احنا قايلين ان الماس بتتركز فين كتلتها الماس بتاعت الاتوم بتتركز فين طبعا في النيوكليس عشان تحتوى على بروتون وعنده لارج ماس اما الاكترون عنده سمول ماس يبقى بتتركز في النيوكليس الماس بتاعت الاتوم بقى number one لجابة c نيوكليس number two الدينامو واخدين قبله كده الميكانيكال بتتحول لايه طبعا بتحول لايكتريك بقى في الدينامو الميكانيكال تتحول لايه لايكتريك يعني احنا بنولد كهرابا generate electricity number three ايه الانيمال اللي عندها تعتبر ديزرت شيب طبعا سافرت الصحراء كلنا عارفين انه الجمل هو كامل electron configuration بتاع السوديوم ان ايه 11 طبعا من الليجي نوزع ال 11 to k2 l8 m1 number five الpotential energy increase امتى بتتزيد الpotential energy لما height يحصل لها ايه طبعا منها بترتفع فوق height increase number six للهيد هوج عنده تيس extend او تورد عشان ايه انسكت عشان تفترس ايه الحشرات او تاكل الحشرات عشان تقدر تتغزى عليه رجع اجاباتك وطاعة انا ندخل على الموديل اللي بعده موديل ناين number one the simplest pure form of matter simplest pure form of matter element ولا compound ولا mixture ولا nucleus two the sum of potential and kinetic energies under the effect of gravity is constant this law القانون that is known as law of conservation of mechanical energy ولا conservation of matter ولا earth gravity ولا no correct answer three is from the animal which don't have body support earthworm shark frog pet number four in solar cell في السolar cell energy convert into electric energy chemical ولا sound ولا friction ولا light number five is a liquid element that consists of one atom liquid element من one atom oxygen water berumine mercury six has four bear of joint legs honey bee and house fly ولا spayda بص في اللي جاسئلة تاني وهي ويجاوب على مهلك كل سؤال وشوف اجابتك ايه معايا بعد ما ترجع الفيديو طبعا يولا دي السيمبلست pure form طبعا ممكن كناش عارف في فاكرينه قوي بس السيمبلست pure form هو ال element element simplest pure form of matter ابسط سر المادة طبعا مجموع البوتينشان والكينيتك ده نسميه قانون ايه conservation of mechanical energy جابة صحيحة ايه واول واحدة ايه وتاني واحدة ايه ايه سري if is for the animal which don't have body support ما عندهاش body support مين الشرق عنده سببورت يعان عظم وفروق وبات يبقى the earth world. number four a energy تتحول electric energy solar cell. مادام solar يا ولادي يبقى تلقى شمس سيب. الشمس light light energy تتحول electric energy. number five a liquid element that consists of one atom. طبعا one atom mercury. with two atoms. المرومين الووتر والوكسوجين المرومين مش liquid اصر الووتر liquid بس مش element compound. يبقى mean element يبتكون من one atom. mercury. six have four bears اربعة. اربعة جوينت legs spider. دل الهاني بي والانت والفلاي. دول انسكت عندهم ثري بيرز. مين اللي عنده فور بيرز? spider. وليس بايدر. يبقى دي اجاباتنا مع بعض. بص فيها تاني وشوف اجاباتك ايه. last model يا ولاد. بتاع الساينس number ten. وانا فعلا الوقت عادنا معاكم بسرعة. ومحسيتش انبعاكم بالوقت. ويريتكم ان تكونوا استفدتوا. وقبل ما نسى. في مراجعة نهائية برضو. final revision. ان شاء الله هنرجحها قبل ليلة الامتحان. احنا امتحاننا يوم الاربع. يبقى final revision يبقى يوم التلات. هراجع برضو وركز معايا وخليك معايا وفتابعني. واشترك وعمل subscribe. وشارك وعمل share. وعلق براحتك. وعمل like. وفي تناني يوم التلاتة ان شاء الله هنعمل final revision تاني. اسئلة تشوز على المنهك كله. قبل الامتحان الساينس. هنزله ان شاء الله. امتحانكم الاربع تابعني. هتلاقيه قبل امتحان الساينس. تعال ندخل على last model. اول حاجة one. مكانيك الانرجي is converted into heat energy by. المكانيك الانتحول لسا حلنا في model. فين? بي ايه. combustion ولا friction ولا electric current. او. ملكيول contain more than one type of atom. element ولا compound ولا nucleus. ايه. 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 living organism to be hiding from their enemies camouflage or structure, adaptation or classification. 4. Ant and fly are from insects or arachnids or rodents or legomorphous. 5. Electrons transfer from energy level to energy level by gaining energy. 6. Intermolecular force between molecules of solid matter is very weak, very strong, medium, limited. 6. Look at the model model number 10 and see the model answer. 7. After recording the video. 8. The first thing is mechanical energy. 8. The second thing is mechanical energy. 2. Molecules contain more than one type of atom. يعني اكتر من اتم اكتر من نوع يعني مش similar ده more than one type of atom بنسميه compound element similar atom compound more one type of atom من اللي بيعمل hiding from their enemies يستخبه من اعداء وطبعا بيعمل عملية كيموفليج هيه الكيموفليج ده بي change color بيغير لونه number four ant والfly يعتبر من ايه عندهم three bears وبقى الانسيكتز Iraq needs Iraq needs four bears rodents ده تبع الانسيزورز هي واللوجومورفز يعني teeth five الالمنت بينتقل من energy الى energy by gaining electron طبعا ما نفعش ينزل KLMN ما نفعش ينزل للM مدام اتسب electron N يبقى يطلع له اعلى منه O يبقى يروح للاليرجي ليفل O عشان احنا ترتبنا KLMN O بعد ال N O six intermicular force between molecules of solid matter طبعا ال solid matter الفرس بتاعتها ايه القوة التجاذب يعني طبعا ما دام solid حاجة ما اسكى في بعض بقى very strong very strong كده اعزاء التلاميذ الصف الاول اعدادي برب وان ده اجابة نموذج model ten اللي استقايلين وليت تكون معايا واستفدت من اللي انت استاخدته النهاردة وتكون حلت معايا بامانة يعني ما تكونش اتفرقته بس لا وحلت معايا بالورقة والقلم علشان تستفيد وانا برضو كل اسئلة اعطها لك اه عليها نموذج ايه الايجابة ما تنساش ان شاء الله في final revision معنا مع بعض ان شاء الله قبل الامتحان بتاعنا بتاع يوم الاربع ان شاء الله انتوا هتمتعنا يوم الاربع والاعدادي برب وان هشوفكم قبل الامتحان على خير وياريت تشترك في القناة تاني وتعمل لايك وتشارك تعمل شير لزميلك عشان يشوفوا ايه ويستفيدوا زي ما انت استفدت وكده نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته